تصبح على حضراتكم مرة تانية مشاهدينا وخلينا النهاردة نبدأ أول فكرتنا وهي فكرتنا الإغبارية وطبعا البداية مع نشاط سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس شهد الرئيس السيسي المنتدى العالمي للتعليم العالي والمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو بالعاصمة الإدارية الجديدة وأضاف السيسي في كلمته خلال المنتدى أن الحكومة ستقاتل من أجل توفير المعرفة والتعليم الحقيقي وستعمل على مواجهة الفكر المتطرف الذي يهدف إلى تدمير الشعوب خلينا نتابع تفاصيل المنتدى في التقرير اللي جاي مشاهدينا ونرجع نكمل مع حضراتكم هل مجتمعاتنا هتقدر تتحمل ده؟ مع الوضع في الاعتبار الوضع في الاعتبار اللي أقول لكم عليه إن إحنا في العالم الإسلامي أنا بتكلم دخلونا في مداهات كتير جدا بفكري متطرف جاهل يؤدي إلى إن إحنا نصطدم مع الواقع وحياتنا وبالتالي ما بنش قادرين نركز أنا بتكلم على الدول والحكومات تركز في إن هي تحقق لمجتمعاتها مش بس معرفة استقرار لإنجاح الخطط المختلفة أنا بتكلم هنا عشان الدكتور سلم موجود معنا وبالتالي هو يعني فيه تقديري عشان نخلي إثراء النقاشنا ده أنا بتكلم على الخمسة وخمسين أو الاربعة وخمسين دولة دول يطر حجم الاستقرار اللي موجودة عندهم أديه يطر حجم القدرة الاقتصادية اللي موجودة عندهم حتى تستطيع أنها تؤدي تعطي معرفة حقيقية تدي جودة حقيقية عشان نيجي النهاردة يكون عندي في تعليم في مصر أربعة وعشرين خمسة وعشرين مليون عشان نديهم تعليم حقيقي بجودة حقيقية عايز أرقام مش موجودة مش متاحة وبالتالي هنا السبق اللي انتوا بتتكلموا عليه هنبقى احنا دايما دايما فيه متأخرين وبعدين التصارع في التقدم بقى عالي جدا يعني النهاردة الثورة الأولى خدت لها مئة وعشرين ومئة وخمسين سنة الثورة الرابعة والخمسة خدت تلاتين سنة عشرين سنة مش كده طب احنا بقى بالطريقة دي تعبال ما نحصل هنحصل امتى احنا كده مش هنحصل احنا كده مش هنحصل انا هنا بقول في مصر احنا جدين بإرادة لا تلين من أجل مجابة تحدياتنا اللي منها التعليم اللي بنعتبره هو يعني أساس البناء للدول التعليم الحقيقي والجودة الحقيقية وبقول لنا دلوقتي وأرجو ان الكل يسمعنا الجماعات العظيمة اللي موجودة في العالم انتو بتتكلموا عن حو الإنسان وأنا بتكلم معاكم عن حو الإنسان عايزين تساعدونا ساعدونا في ان احنا يبقى لدينا معرفة وتعليم حقيقي زي اللي موجود بمعاييركم ومنستوياتكم عشان ده حق زي ما قال كورسين أنه هو حق من حقوق الإنسان أنا لو الطالب اللي عندي أو الطالبة لم تستطيع أن تحقق المعايير اللي تحق بالكلية لن تحصل على الفرصة عشان تحصل على الفرصة والعظم يكون متعلمة تبقى للمستوى التعليمي اللي بيتم القياس عليه مش بتعامل اختبارات للجامعات دي قبل الدخولها دكتور خالد وبالتالي وإحنا لو تعليمنا متعادع مش هنقدر نخش حبينا نعمل في بلدنا هنا وهنعمل في بلدنا هنا وهنفضل نقاتل من قبل المعرفة والتعليم الحقيقي في بلدنا هنا وبقول للعالم الإسلامي انتبه انتبه تماما للفكر المتطرف الأحمق اللي الهدف منه أن يدمرك ويدمر مستقبلك زي ما هو يدمر حاضرك أهلا بحضراتكم مرة تانية اقتصاديا البنك المركزي يعلن عن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 40.909 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2021 مقارنة ب40.849 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر 2021 بارتفاع قدره نحو 60 مليون دولار لتفاصيل أكتر احنا معانا عبر الهاتف دكتور وليد جابالة الخبيرة الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع صباح الخير يا دكتور أهلا وسهلا صباح الخير تحياتنا لحضرتك يا دكتور في البداية خلينا في البداية نتكلم مع حضرتك عن مفهوم أو المقصود بالاحتياطي النقدي طبعا هي كل دولة خلينا أقول إن احنا في بيوتنا دايما بنحاول يكون عندنا احتياطي للظروف الطريقة بالتالي كل دولة في العالم بيهمها وبتحاول يكون عندها احتياطي حتى تلجأ إليه في الظروف الطريقة الاحتياطي ده عبارة عن بيكون عبارة عن سلة من العملات مزموعة من العملات بتختلف من دولة الأخرى على حسب علاقتها التجارية على حسب استقرار تلك العملة أيضا بيدخل فيه أصول بيدخل فيه وحدات سحب الدهب مكون مهمة من مكونات الاحتياطي في الكثير من الدول ومنها مصر المعيار الأساسي أن يكون هناك حد أدنى أن يكون احتياطي الدولة يكفي ثلاثة أشهر من احتياجاتها الأساسية ده معيار ومعيار مهم جدا بالنسبة لمصر هذا المعيار مستوفي بشدة لأن مصر النهاردة الاحتياطي بتاعها بيغطي نحو 8 شهور من احتياجاتها الأساسية يعني أن النهاردة لما بنقول أن مصر بتستورد بنحو 55 مليار دولار سنويا إذن هي بتستورد ومتوسط نحو 5 مليار شهريا الاحتياطي لما بيتجاوز 40 مليار يبقى احنا بنتجاوز 8 أشهر الاحتياطي بيغطي احتياجاتنا لمدة 8 أشهر إذن الأمور الاحتياطي المصري احتياطي جيد ومناسب ومتجاوز للمعايير العالمية صحيح طيب خلينا نعرف من حضرتك مصادر العملة الصعبة اللي بيستند إليها الاحتياطي النجدي طبعا مصر عندها مصادر مزنوع أهم مصدر بالنسبة له هو الصدرات المصرية بعد كده بيجي تحويلات المصريين اللي عاملين بالخارج اللي تجاوز في الفترة الأخيرة 30 مليار دولار سنويا يأتي بعد ذلك القطاعين السياحة والسياحة هو قناة السويس السياحة كانت بتدخل حوالي قبل تدعيات كورونا نحو 13 مليار دولار ثم ترجعت ولكن قناة السويس لازالت بتقدم نحو 6 مليار ما بين 5 ل 6 مليار دولار وأتصور أن هي هتصل إلى رقم 6 مليار في الفترة القادمة مع تعافي التجارة الخارجية الحقيقة مصادر متنوعة يعني مصر من الدول اللي لديها مصادر متنوعة ولديها مصادر متنوعة للفصول على العمر الأجنبية نعم طيب إحنا يعني حضاركي ذكرت أنه تقريبا نسبة متوسط الاحتياطي لنقدر الحالي تمن يعني تمن أشهر ولا في زيادة هي المتوسط بيدور في ذلك مش عايز نقول أنه ده رقم قطعي لأنه أحتي يعني ممكن الصدرات تزيد الوردات تقل ولكن هو في المتوسط المتوسط اللي احنا نتكلم عنه النهار ده أنه احنا نحق ثمانية أشهر وده رقم كبير جدا ويكون له تأثير إيجابي في أمور كثيرة صحيح طيب خلينا نروح لسلة العملات الدولية يعني نعرف من حضرتك ممن تتكون سلة العملات الدولية التي يشملها الاحتياط النجدي الاحتياط المصري عبارة عن قبل سلة العملات احنا عندنا نزمة من الدهب وبينزيد باتتاق مع شركة شركة المنجم منجم السكري بيكون هناك تبدل ما بينها البنك المركزي بيغطل احتياجاتها مقابل أن هي بتقدم دهب بيرفع الاحتياط بنسبة تدريجية لدينا أيضا وحدات سحب في صندوق النجدي الدولي لدينا سلة العملات سلة العملات المصرية غير شابتة هي سلة متغيرة على حسب أمور كتير لأن الاحتياط له إدارة وبيتم إدارته الاحتياط المصري طبعا احنا عندنا الدولار واليورو وعندنا أيضا وحدات بالعملة الصينية هي مجموعة من العملات بحيث أنها بتكون بنسب مرتبطة بعمليات التبادل التجاري اللي بتقوم بها مصر مع الدول الأخرى يعني مست سبت بيتم إدارتها بصورة تحقق المصلحة المصرية نعم طيب هروح مع حضرتك للوظيفة الأساسية للإحتياط المجدي الأجنبي لدى البنك المركزي طبعا هي الوظيفة الأساسية طبعا هي أنه هو بيحمي مصر من الصدمات أنا عايز أقول أننا بداية تدعيات كورونا كانوا استثمارات الأجانب في مصر حوالي 28 مليار في خلال أسابيع استثمارات الأجانب تخرجت بسبب صدمة كورونا ونزل خرج من مصر 14 مليار دولار في أسابيع طبعا الاحتياطي كان له دور مهم جدا في أنه يغطي تخرجات الأجانب لأنه من المهم جدا للدولة أن الاستثمار الأجانب سواء المباشر أو غير المباشر يكون عنده يقين أنه إذا خرج من الدولة يقدر يسترد أمواله في أي لحظة وده اللي تم لما الاحتياطي قام بدوره وغطى التخرجات الأجانب في بداية تدايات كورونا واتخذ بعد ذلك مصارا تصعوديا زي ما احنا شايفين ده أدى إلى ثقة من المستثمرين الأجانب لترتفع استثمرات الأجانب بالدين الحكومي بعد ما نزلت من 28 مليار إلى نحو 14 مليار تجاوزت الآن 30 مليار بمستويات أكثر من ما قبل أزمة كورونا إذن الاحتياطي مهم جدا لأنه بيكسب الثقة للمستثمر الأجنبي والمستثمر المصري وبيرفع مؤشرات الثقة الاقتصادية في الاقتصاد المصري في كل المؤسسات بيعزز التصنيف الاقتماني هيئة ولو دور متعدد الهميات صحيح أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور على كل هذه المعلومات بشكرك دكتور وليد جابلة الخبيرة الاقتصادي وعضو الجامعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع وبشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور معنا تقرير خاص باستقبال مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون عددا من شباب الجامعات خلينا نتابع تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي ونرجع نكمل مع حضرتك زيارة شباب الجامعات لمركز الإصلاح والتأهيل ودي النطرون تجربة فريدة أرادت بها وزارة الداخلية أن تطلعهم على إنجاز إنساني على أرض الوطن لتأهيل النزلاء وبناء إنسان جديد قادر على العمل والبناء والاندماج الفوري في المجتمع بعد قضاء العقوبة أياً كانت مدتها جذبت الرعاية الطبية الفائقة التي يتلقاه النزلاء هنا أنظار شباب الجامعات فتسابقوا للاستفسار عن إمكانات الصرح الطبي الموجود هنا وما يقدمه من رعاية للنزلاء خاصة الحالات الحرية التي تتطلب رعاية فائقة في حياة أدمية وهنا فعلاً هنا حياة المقولة بتاعتصاد الرئيس فعلاً الإنسان مش هتعاقب مرتين المستشفى متطورة جداً والغرف العمليات فيه كذا غرفة ودي حاجة أصلاً طفرة موجودة عندنا المركز الدعم النفسي والتأهيل لعليج الإدمان ده أكتر حاجة لفت نظري لأن النزيل هيجي هنا محتاج يخرج برا يكون مدعوم نفسياً علشان ما يرجعش الأخطاء دي تاني لأن أنا أخرج ناس من هنا مش عشان يرجعوا لي تاني أنا عايز أخرج ناس أصحاء مكنش متخلاً بالجودة دي والأطباء بالفعالية دي وبالشطارة والتمايز ده تلك المشاهد للإصلاح والتأهيل داخل المركز كانت مجرد سوار يشاهدها هؤلاء الشباب في وسائل الإعلام المتنوعة لكنهم رأوا حقيقتها هنا بعدما اطلعوا على التأهيل المهني وتنمية مواهب النزلاء المتنوعة في الرسم والموسيقى والحرف اليدوية وفصول التعليم مع تنمية ثقافة النزلاء والارتقاء بفكرهم وعقيدتهم الدينية ما كانش عندنا رؤية كاملة إن الوضع يبقى بالشكل لها فده اللي خلت الزيارة مفيدة جداً للناس كلها علشان نقدر نيجي ونشوف الوضع اللي إحنا عمرنا ما كنا نتخيل إن هو كده بيقضي فكرة الكوبة على حاجة هو عملها وفي نفس الوقت هو بتأهل برضو إن هو يطلع يكمل حياة بره بشكل جديد بحاجة هو تعادمة هنا في المركز الإصلاح والتأهيل أكتر حاجة لفتت نظري فعلاً هي تصنيع الشراح الشمسية بطريقة تصنيعها وكمان تدرسها كمان النزلاء بطريقة سهلة بطريقة عملية بطريقة تأهلهم فلاً لسؤول العمل إن هم يقدروا يصنعوها ويقدروا يشتغلوا عليها وتوفر لهم لهم متلعيش وجود تقريباً كل الخدمات أو كل الحاجات اللي احتاجها المزيل من مصلى كنسي أو مصلى جامع أو مكتبة أو مركز فينون أو حتى مدارس نخطي بالي إن فيه دبلوم صناعي لبعض الفئات اللي عاوزي كمل دراسته الأنشطة الرياضية الملاعب حاجة الحقيقة تدعو الفخر جولة داخل المزارع والمصانع داخل مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون غيرت المفاهيم التقليدية لهؤلاء الشباب الذين سمعوا فقط عن المركز لكنهم لم يشاهدوه قبل اليوم واقعياً وإن ما يقال عنه هو حقيقة وفي مقدمتها الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان الشباب مبهورين باللي شفوه حابين ينقولوا كل اللي شفوه ده زميلهم وهم بالفعل أصبحوا صفراء لنا ينقولوا وجهة النظر اللي هما شفوها بجد الحاجات اللي احنا شفناها ديت الشباب كانوا متخيلين لهم جايين يشوفوا سجنة بالشكل التقليد اللي احنا يعني عارفينه أما بجد لما شفوا مركز الصح والتأهيل ده والخدمات اللي مقدمة للنزلاء حاجة رائعة بجد أنا فخورة جداً إن احنا من أول الطلاب اللي زورنا المكان ده شفت النهاردة مجهود مشرف جداً ومن حد يجي قضي فترة عقبته في إن هو يصنع الجمال اللي احنا شايفينه هنا ده وإن هو يخرج يبقى مواطن صالح نقدر نستفيد منه في كذا حاجة أنه يبقى معا مهنة معا صنعاً أنه هو يقدر يتأهل بيها أنه هو يكون مواطن صالح في وسط المجتمع يجسد مركز الإصلاح والتأهيل ودي النطرون حرص الدولة على المضي قدماً نحو بناء الإنسان والالتزام بحقوقه حتى ولو كان مقيد الحرية يقضي عقوبة فله الحق في الحياة نشكر الدولة على المجهودات العظيمة التي تعمل تحت قيادة سياسية الرئيس وبتحية مصر نشكر القيادة السياسية المصر اللي كل يوم بتثبت إنها قد المسئولية وكل يوم بتثبت إن إحنا لسه معنا وقت ولسه هنشوف مصر إن شاء الله تبقى قد الدنيا بتحية مصر تحية مصر تحية مصر تحية مصر برحب بحضراتكم مرة تانية ريادياً انتهت مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم أو عفواً كأس العرب 2021 والتي تقام في دولة قطر وتأهل الفريق المصري بدور ربع النهائي بالبطولة واحتل المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته لتفاصيل أكتر احنا معنا عبر الهاتف أستاذ طارق ردوان الإعلامي والمحلل الريادي صباح الخير يا أستاذ طارق صباح نوري خلينا معنا حضرتك تحياتنا لحضرتك في البداية الله يرسلي خلينا نعرف من حضرتك يعني عدد المنتخبات التي تأهلت بالفعل لدور ربع النهائي ببطولة كأس العرب هو ثمان منتخبات إن شاء الله والتمانية دول هلعبوا بنظام الكووس مع بعض يعني خلاص المغلوب بيخرج يعني الدور الأول كان مجموعات كل فريق لعب ثلاث مباراة في مجموعته الدور القادم دور التمانية أو الدور الربع النهائي المغلوب بيخرج في يوم السبت تحت مصر إن شاء الله بتلعب مع الأردن والدزائر بتلعب مع المغرب المتشين دول يوم السبت ويوم الجمعة عندنا متشين عندنا تونس وعمان وعندنا قطر والإمارات المتشين دول يوم الجمعة إن شاء الله العيك سبت في الفرع التمانية هيطلع إلى الدور نصف النهائي أو المربع الزاح نحن مستحديد موعد مباراة مصر والأردن الساعة كم؟ يوم السبت الساعة كم؟ حول حركة الساعة كاملة كانت أول عايزة أقول أنه مصر والأردن ملتقوش مع بعض كثير مناسباتهم أو المباراة اللي لعبوا فيها مكانتش مناسبات كثيرة لأنه طبعا الأردن بتنتمي القارة أسيا مصر بتنتمي القارة أفريقيا هم لعبوا على المستوى الودي بعض المباراة كانت على المستوى الرسمي المباراة تم قريبا جدا والأردن كانت تاني المجموعة بتاعتها واللي هي المجموعة الثالثة جاءت في ترتيب بعد المنتخب المغربي والمنتخب المصري طبعا كان أول مجموعته تفوق على الجزائر ولكن مش بفرق الأهداف أو النقاط تأتي بفارق الإنزالات قاعدة اللعب النظيف طب نتكلم بقى بشكل تفصيلي عن قانون اللعب النظيف ده يعني نعرف من حضرتك إيه هو قانون اللعب النظيف قانون اللعب النظيف ومعمله يعني حاجة بتطبق الأول مرة الحياة فكرة عبقرية فكرة جيدة جدا عادة في الدور الأول أنه الفرق لو تساوت في النقاط فهم حرك يعني لازم يفسروا في ده فبيفسروا في إيه عشان يعرفوا الأول من الثاني كانوا يفسروا بعدد الأهداف أنا سجلت مثلا عشرة ودخل مرموية اثنين وانت حرك دخلت مثلا ثمان أهداف ومثلا إذا حصل تساوي تاني يفسروا بالنجاب أهداف أكتر يعني واحد مثلا سجل عشر أهداف وعليه ثلاثة أفضل من اللي مثلا سجل تمانية وعليه واحد خلتبال حرارك تمام فلا أنهما متساوين برضو يعني هما تساووا في النقاط كل فريق عنده سبع نقاط كل فريق فز المباراتين وتعادل المباراة وكل فريق سجل سبع هداف احنا سجلنا سبع هداف وجزال سجلت سبع هداف كل فريق نشأت مرموية هداف فأصبح أو أصبحنا أمام قاعدة اللعب النصيف إيه قاعدة اللعب النصيف يشوفوا عدد الإنذارات والكروت الحمراء اللي شادها كل منتخب لنشأت طبعا عدد أكبر من الإنذارات أو الكروت الحمراء طبعا بيخرج من المرش أو بيبقى التاني واللي حصل على عدد أقل يعني معناها أنه كان سلوكه أو الإنذارات الخدكة فلما جم فقالة اللعب النصيف يفصلوا لقوا المنتخب الجزائري طبعا في المباراة وبصفة عامة عدد الكروت السفراء وعدد الكروت الحمراء أكثر من الكروت اللي حصل عليها الفريق المصري فطبقة الأحاودي الأول مرة يعني الأول مرة تطبق طب الحركة لو كانوا تسوي كانوا يعملوا إيه؟ حلو الحركة كانوا يعملوا أرعة يعني كانوا يعملوا أرعة خلاص كان فاضل الأرعة عشان تحدد من هو بطل المجموعة لكن الحمد لله أصبحنا أبطال المجموعة وبطولة المجموعة فيها ميزة كويسة جدا أن احنا حنقابل تاني المجموعة الأخرى يعني احنا بعيدنا عن طريق المنتخب المغربي اللي هو فريق قوي جدا مميز ده حيقابل المنتخب الجزائري فبالتالي يعني طبعا كده مش فرطنا بقى أفضل عندنا فرص أكبر لكن برضو الاستهانة بالمباراة يعني مش واجبة لابد أن احنا ناخد حذرنا لابد أن يكون فيه اهتمام وفيه يعني نوع من التصميم بالنسبة للمباراة نصف للأردن ساعة خمسة إن شاء الله يوم السبت القادم توقيت القاهرة والمغرب وكزائر حيب الساعة تسعة توقيت القاهرة يوم الجمعة تونس وسلطنة عمان الساعة خمسة وقطر والإمارات الساعة تسعة يعني ما بشي مش دور ربع النهائي او دور الثماني يوم الجمعة بدايةنا من يوم الجمعة يعني بداية مباراة دور ربع النهائي من البطولة من يوم الجمعة أيوة مدشين يوم الجمعة ساعة خمسة ومدشين يوم السبت ومصرح تلعب السبت الأول مع الأردن الساعة خمسة نسائم توقيت القاهرة تمام طيب من وجهة نظر حضرتك يعني وخلال رصد حضرتك لمباريات البطولة حتى الآن الفرق المؤهلة للحصول على البطول والله حركت زي ما توقعنا احنا في البداية حتى ان كتبت على صحيحتي من البداية ان انا برشح خمس فرق كزاير ومغرب وقطر ومصر وتونس نعم والخمسة يعني جندين جدا بسي واحد بقى نازم حيخرك اللي هو من المغرب وكزاير يعني في حد يعني انا متوقع كمان نفس الفرق يعني متوقع تونس تكسب سلطنة عمان متوقع انه قطر تكسب الأمارات قطر هي الدولة المظيفة طبعا وهي طبعا عندها نوع من الجدية ونوع من الاهتمام لانها تستغيف كأس العالم كمان وكان بتلعب في تصفات الأوروبية التحدي دوري سمحنا نتلعب في تصفات الأوروبية فاستفد ده واحتكت بفرعة قوية مصر يعني المستوى يعني هلل الفوز على الأردن نيجي المباراة في المغرب وكزاير صعب التوقع فيها جدا 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 الفريقين في منطقة القوة الفريقين عندهم عناصر رائعة خاصة انه المغرب وكزاير وعندهم ميزة كويسة جدا عن باقي الفرق عندهم كم كبير من المحترفين في الشريك احنا ما عندناش في الشريك يمكن غير أحمد حجازي وقصيد كمان فاللي بيرعب في الشريك في أجواء معينة بتبقى مناخ معين عارفها آه يقدر يتعامل معه بيقدر يتعامل معها بالإضافة ان الشريك انهم كويسة يعني اللاعب اللي هو ما بيروحش أوروبا بيروح الشريك يعني أعلى دول في الاحتراف بعد أوروبا هي الخريك واللاعب بيحب يروح بيبقى فيها مقابل مادي ويقولك دولة عربية وبتكلم نفس اللغة بتاعك وبالتالي فيه لعيبة جمدها وعشان كده مثلا المنتخب الجزائري من التشكيلة الأساسية بتاعت المنتخب الأول نسبة كبيرة جدا من العالين اللي بيلعبوا في المنتخب الجزائري الأول موجودين مع المنتخب تارئنهم في الخريك وسمح لهم بالمشاركة لأن الدولات متوقفة لكن أوروبا لا طبعا المنظرات مش لازلين دولة فما سمح شريك يعني حتى رئيس مبالحي بيلعب في السعودية وهو الحرس الأساسي للجزائري وموجود تلاقي جمال بالعمري الظاهير الأساسي المنتخب الجزائري بيلعب في الخريك تلاقي مثلا في خط الهجوم بغداد بن جاح ويوسف بلايلي وياسين الإبراهني كل دول بيلعبوا في الخريك وهلال سوداني وبيلعبوا كمان في المنتخب الأول طيب أخيرا يا كابتن يعني رأي حضرتك في تشكيل فريق الفراعنة وطبعا نتكلم عن مستوى اللاعبين هو الحقيقة كيروش يعني نقدر نقول أنه بدارب جريك جدا وما بيهموش حد زي ما بيقوله يعني يعني هو بياخد فكرة بتفرج قويس ما بيديش ودنه للإعلام ما بيديش ودنه للجمهور ما بيتأثرش الضغط من هنا أو هنا لو استبعد داعب أو لو ضم داعب لا هو بيشوف اللاعب دامه دا حيفيده ولا مش حيفيده وعشان كده استبعد لعيبة من الأهل والزبالك ورجعهم تاني ولعبهم يعني الأمور ماشية هو يعني في مرحلة المعرفة بيتعرف على اللاعبين وهو بيطبق اللي في دماغه وغالبا يعني التفكيره بيطلع صح يعني خلينا نقول انه في فكير جدا من اللاعب هو اختارها كان الرأي العام او رجل الشرع مش مختنع ولا كيف هي لعب داولي دا لكن فاجئنا يعني محدش كان يتوقع حسين فصل يتقلق بالمشتوى الرائع للعب بي دا محدش كان يتوقع مثلا عمر كمال عبواحد لعبه في مركز الزهير الأيمن لاعب برضو يظهر بهذا المشتوى ولاعب متميز والإدنين طبعا مش في آل وغلا زمالك يعني سيم فصل صحيح كان في نت زمالك لكن الوقت يفسموحه في لاعب اسم ياسيم من البنك القاني لو بيلعباك برضو لعيب كويس وخده معاه في عندنا طبعا يعني هو مروان حمدي اعتمد عليه رغم انه ما كانش نضمع بكده خالص للمنتخب وما عايز زمالك السلفات كليه تجربة مش نكحة قوية فهو يعني قصة ما فيصة بنفس الشيء فهو اللي فتناه بيكون على قناعة كبيرة جدا بيه وما بيتأثرش أو ما بيرجعش علىه بسهولة بسهوه صاحب شخصية قوية يعني للأمانة تعالي بص النتائج بتاعته نتائج منتازة يعني هو من ساعة ما تولى المهمة عمل مدشم عليه بريا ودي فس فيه وبعدين بعد كده التقى مع لديا زهابا وعودة هنا في الطاهرة كسب وبعدين هناك في لديا كسب وبعدين مع عنجولة والجابون كسب الجابون هنا وتعالي مع عنجولة خارج منعبه كاس العرب كسبتي حبوبك لبنان وكسبتي السودان وتعالي مع الجزار اللي هي طبعا واحدة من أقوى للفرق في قارة عفراقيا فنتائج منتازة وتصدر مجموعته وفي نفس الوقت برضو تصدر مجموعته في تصفيات الكاس العالم وتصدر مجموعته في كاس العرب يعني قبل ما مقفل مع حضرتك المكالمة يعني خلينا نعرف الجوائز أو يعني الحوافز المالية اللي هيحصدها الفرق من هذه البطول لا طميني كويسة جدا طيب الحمد لله كويسة جدا 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 الفرق المركز الأول خمسة مليون دولار يعني نتلم في قرابة الثمانين مليون جنيه ثمانية وسبعين مليون جنيه تقريبا فطبعا انت لما تستركي في بطولة وتلعدي فيها مثلا ست مبرات وتأخذ ثمانية وسبعين مليون جنيه مقابل هاي يعني صحية اه ياخد مركز تاني ثلاثة مليون دولار برضو يعني عدية تقريبا بنتكلم فيه يعني حوالي تبعة واربعين مليون جنيه مقابل هاي جيد الفائز بالمركز التالي اثنين مليون دولار يعني برضو حوالي واحد تلسين مليون جنيه او اثنين وثلاثين مليون فمبالغ كويسة ويعني يعني اعتقد ان حيبقى فيه حفز جيد والامور لو صارت بشكل طبيعي اقولك ان احنا هنكسب القربة ان شاء الله بس العملية مش بالتمانية ولا بالتوقع العملية باللعب والتصميم والقربة داخل الملعب صحيح كل التوفيق المنتخبنا انا بشكر حضرتك جدا كابتن طارق ردوان الاعلامي المحلل والمحلل الرياضي بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن مشاهدين هنروح لفاصل نرجع نكمل مدخلاتنا مع حضرتكم خليكم معي مصر مش اي ارض مش حبات تراب ورمل دي كل شبر فيها يعني فرصة يعني امل دي ارض مروية باسرار وعزيمة وعمل كل نقطة مية غالية بتفتح طريق لبكرة جاري استصلاح مليون ونص فدان دي من اربعة مليون فدان مستهدفة للاستصلاح صوب زراعية يتم تجهزها بأحدث التكنولوجيا وتخصص تلاتين الف فدان في الوادي الجديد لزراعة اتنين ونص مليون نخلة ضمن مشروع توشكا تم رفع الحظر المفروض على المحاصيل المصرية وفتح اسواق جديدة للتصدير اما المزارع السماكية فارتفع انتاجها بعد زيادة عدد المزارع السماكية الحديثة حيث تم الانتهاء من 1360 حوض بمزرعة بركة غليون و4440 حوض في مشروع عيق قناة السويس وجاري تنفيذ مزرعة شرق بورسعين السماكية على مساحة 15 الف فدان ومزرعة مسلس ديبة ونخلق في الرمل حياة وجمال وقدين تحصد خير ملهوش حد بلغ حجم الاستثمارات خلال 6 سنوات حتى يونيو 2020 48 مليار و 500 مليون جنيه مصر التحدي والانجاز افتح عينيك عالمستقبل شوف عن قرب أرض الفرص بتفتح أبوابها استعد لبداية جديدة مصر بتفتح أبواب الاستثمار بثقة كاملة في قدراتها بموقعها الجغرافي وبقوة بشرية وتعداد سكان 100 مليون أكتر من نصهم شباب مستعد للعمل مصر سوق مفتوح جاهز للاستثمار جاهز للمستقبل ومجهز بأحدث تكنولوجيا عالمية وعقول مبدعة وطموحة سوق عمل جاهز بمختلف الخبرات مصر وفر بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للمستثمر تسهل عليه المهمة بمراكز خدمة خاصة للمستثمرين في كل المحافظات جاهزة ومجهزة لإنهاء كل الإجراءات في مكان واحد مصر وفر بيئة تساند وتدعم صغار المستثمرين ورجال الأعمال في كافة المجالات مالياً، إدارياً، قانونياً وتكنولوجياً بمبادرة فكرتك شركتك بلغ إجمالي لاستثمرات خلال ست سنوات حتى يونيو 2020 11 مليار و700 مليون جنيه مصر التحدي والإنجاز مرحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدين إنشاء أول حديقة طرفيهية لدول إحتياجات الخاصة في الشرق الأوسط فقد نفذت مدرية الشباب والرياضة في الأسكندرية أول حديقة طرفيهية متخصصة للأطفال من دول القدرات الخاصة والهمن بمركز شباب النصر وهي تعد الحديقة الأولى على مستوى الشرق الأوسط للتفاصيل أكتر عن هذه الحديقة احنا معينا عبر الهاتف دكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الأسكندرية صباح الخير يا دكتور صباح الشريف سننساعد لحضرتك وعلى كل المشاهدين تحياتنا لحضرتك يا دكتور يعني خلينا نعرف في البداية فكرة عن الحديقة وكمان يعني سؤال دايما أو المقارينا الخبر جي على أذهاني الكثير هل الألعاب الموجودة داخل الحديقة مخصصة بالفعل أو تناسب الأطفال لدول همم؟ خلينا الأول نقول كل سنة وأولادنا من زويل همم طيبين يمكن هذا الشعر يحتفل به الجميع يشوفني احتفال كبير لصحامة رئيس الجمهورية ويشوفني قد إيه هو مهتم بيهم وإدى الدعم الكبير لكافة الهيئات ومنها وزارة الشباب والرياضة إن هم يهتموا بيهم الحديقة الترفيهية اللي في مركزة شباب الناس تعد الحديقة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وفعلاً ما فيش واحدة زيها في الشرق الأوسط بالكامل يعني تمت فكرتها بالتعاون ما بين مدريت شباب ورياضة وما بين نادي ريتر إسكندرية اللي لازم عبر حديقة نحن نشكره هي عبارة عن خمس ألعاب ترفيهية كانت تبرع كامل من نادي روتا هي متكلفة حوالي 250 ألف جنيه الألعاب خصفت لأولادنا زوي الكدرات الخاصة اللي هي الأعقاد الحرقية لأن هم بيقدروا نتلعوا على الألعاب الكراسي المتحركة بتاعتهم لهم حمامات خاصة بيهم مخصصة لهم على أساس يقدروا يدخلوا فيها الولاد لو حديقة تشوفي وقت ما احنا كنا بنفتح الحديقة وساعدتهم بأنهم عندهم حاجة خاصة بيهم وهم على كلامهم يقولك احنا كنا قاعدين بنتفرض على إخواتنا بيلعبوا في حديقة الأطفال احنا قاعدين مش قادرين مش هنقدر نلعب زيهم النهاردة بقت في حديقة لأولادنا الأشياء حديقة لأولادنا ذوي اللي احتاجات القدرات الخاصة حاجة جميلة وفرحة للأولاد بيقدروا يطلعوا بيقدروا يلعبوا بيقدروا يعملوا يعني يفرغوا كل الطاقة بتاعتهم في حديقة خصصية لهم ده بقى بالإضافة كمان إلى أن احنا مش الاهتمام بس بالجزء الترفيه لا احنا كمان عندنا اهتمام بتعديل السلوك وتنمات مهاراتهم وتنمات إدراقاتهم الحسية كمان فطبعا وزارة شباب ورياضة برئاسة معالي وزير شباب ورياضة دكتور أشرف صبحي بالتعاون مع المدرية احنا أنشأنا أكثر من من وحدة لتعديل السلوك وتنمية المهارات وللعلاج الطبيعي ونتخاطب ودعم كامل من مؤسسة الزايد لأصحاب الهمم يمكن برضو في مركز شباب النصر مركز شباب النصر أصبح من المراكز المتميزة عندنا لأولادنا من القدرات الخاصة وفيها جلسات بالمجان لهم وبدأت بالفعل يبقى عندنا أهالي بدأت تجيب الولاد بتاعتها يقضوا الدورات بتاعتهم يعني إحنا عندنا أكثر من مجال لأولادنا من زي الزمان طب دكتور يعني سؤال مهم الفكرة جات منين يعني فكرة إنشاء حديقة لدول القدرات الخاصة هل حد شاف موقف معين أو موقف بعينه فكرر أنه هو زي ما حالك قلت أنه الحديقة بشكل يعني حد متبرع بكل الألعاب الترفيهية لداخل الحديقة آه هي فعلا ناجي بوتري وكان اللي هو خالد جم قعدوا معي قبلوني وعرضوا الفكرة وقالوا إن إحنا عندنا هما المتبرعين بالحديقة وقالوا إن إحنا يعني نفسنا نعمل حاجة لغير الهمة وقعدنا اتنقشنا في الفكرة بالكامل وكانت الفكرة صادرة من الناجي بالتعاون مع المدرية وإزاي إن إحنا نطور وإزاي إن إحنا نعملهم حاجة كويسة لولادنا على الفكرة إحنا برضو يعني عندنا مقترح إنه هي ما تبقاش في النصر بس ده هي حتبقى في حوالي أربع ملاكس كمان بس بناخدها كأول بداية يعني فيه تعميم للفكرة مش بس إنه خلاص اكتفينا بإنه هي أول حديقة طرفهية في الأسكنرية وخلاص يعني هنعمل الفكرة إن شاء الله يبقى عندنا مقترحة يبقى عندنا في كرموز وعندنا في مركز شباب الحرامين دي يمكن أكتر الأماكن اللي موجود فيها أولادنا من ذوي الهمة جاي فهناخدها بأعلى مراحل إن شاء الله إن شاء الله طيب خليني أعرف من حضرتك كمان مساحة الحديقة ومعدل الأمان والحماية لأطفالنا طبعا من ذوي القدرات الخاصة وطبعا فكرة أو عنصر السيانة طبعا المهم جدا بهدف الاستمرارية هي المساحة حوالي 240 متر فيها خمس ألعاب الألعاب مؤمنة تأمين قوي ولدنا بيطلعوا عليها بذكراتي بتاعتهم بتتقفل بعبارة عن أقفال موجودة فيه سيانة دورية موجودة داخل المركز بيقوم بيها مركز الشباب فيه دائما مشرف موجود مع أولادنا داخل هذه الحديقة فيه يعني الحمد لله إحنا حقين تأمين كامل طيب أخيرا يا دكتور يعني أوجه الاهتمامات الأخرى لدوي القدرات الخاصة من جانب مدرية الشباب والرياضة بالإسكندري يمكن كمان إحنا بنهتم بالجزء التعليمهم بعض الحرف اليدوية وده برضو بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ويمكن فيه معارض كثيرة إحنا بدأت تعاملناها داخل المحافظة الإسكندرية التعليم البطريز المجغولات اليدوية وفعلا كانت بيبقوا موجودين معنا في المعارضة وكانت منتجاتهم كويسة جدا عندنا كمان الإهتمام بالجزء الرياضي وده فيه دوري لكرة السلة للصم النسخة التانية بنات دوري لكرة القدم مسابقة الكشافة مسابقة الحلم المصري اللي بتنفذها وزارة الشباب والرياضة الأعقاد عاص البصر والأعقاد الزهنية والحرقية والإنشاد الديني الجنة الجماعية المصرح يعني يعتبر إحنا مهتمين بولادنا في كافة المدلة أنا بشكر حضرتك جدا على كل هذا المجهود اللي بتقوم بيه بشكرك جدا دكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور شكرا لحضرتك طيب خلينا نروح ونستعرض مع حضرتكم المقال الإسبوعي لنيافة الحبر الجليل الأنبا إرمية الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذوكسي بالمصري اليوم تحت عنوان تآخن أم امتزاج المقالة بتقول تحدست فيه مقالة سابقة عن كلمة فضيلة الإمام الأكبر أستاذ الدكتور أحمد الطيب وهنا أود السناء على شهادة فضلته الذي استطاع التصدي للحقيقة بنفسه ولم يخش في الله لو ملائم ففي كلمة فضلته أوضح الخلط الذي يحاول بعضهم أن يغرسوا في العقول من أكل التأثير في الرؤية تجاه دور بيت العائلة المصرية لصرف الأنظار عن هذا البيت أو أن يبقى جثة هامدة نعم فإن فارقا كبيرا بين التأخي والامتزاج فالتأخي هو محاولة عيش المصريين مسلمين أو مسيحيين في سلام مما يحقق أمن الوطن وازدهاره أما الامتزاج فهو يعني تبني أفكار الآخر والإيمان بها وهذا أمر غير وارد أبدا فالعيش بسلام والتأخي لا يعني أن يتحتم على شخص تبني إيمانيات الآخر وكما أشار فضيلة أستاذ الدكتور أحمد الطيب إلى التوجيهات التي تنادي بالإبراهيمية اللي هي محاولة مسج اليهودية والمسيحية والإسلام لتصير دينا واحدا يتطفق عليه البشر فإنها محاولات حتى إن كان ظاهرها هو تحقيق السلام فإنها تفتقد كثيرا من الرؤية ولما وهبه الله للبشر من سمات أحدها الحرية لقد أعطى الله البشر طريقين لا ثالث لهما إما أن يسلكوا بمبادئ الخير وإما أن يجنبوها من حياتهم إما أن يعملوا بتفانن لأداء رسالتهم مساندين بعضهم بعضا بالتشجيع والتعاون وإما أن يعملوا من أجل دوتهم بعضهم على حساب بعض بالسيطرة على المصاير إن الله وهب للإنسان الحرية ليختار الطريق التي يرغب في السير فيها وقد عبرت الأديان جميعها عن أهمية قرامة الإنسان وحرياته الكاملة الموهوبة له من الله وطرقت الاختيار له في اتباع وصياء أو رفضها مع تحمله مسئولية اختياره وإن كان الله قد طلبنا بأن نصلح في الأرض لا أن نفسد فيها فإن البشر في هذا دمان يفسدون الأرض تحت مسميات لا يرضى عنها الله منها ما يدعونها إله أصحاب الأيدولوجيات الموجهة تحت مسمى الحرية أو وحدة الأديان أو الدين العالمي الموحد أو الدين الإبراهيمي إن تلك المحاولات ما هي إلا إفساد في خلقة الله فكيف بعد أن خلق الإله الإنسان والأرض على أفضل تكوين وهيئة يطلب منا أن نفسد ما صنعهم ألا يعلمون أن خلق الله هو أدق تكوين وأبدع نظام وهذا مقالة المسيحية خلق الله السماوات والأرض وراء الله كل ما عمله فإذا هو حسن جيد وأكد الإسلام المعنى نفسه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنتم ذكر ليس عليهم بمصير فكيف إذا نقبل هذا الدرن الذي يسعى ليتفش فينا وهذا ما حذر منه فضيلة الإمام الأكبر بكل جراءة وشجاعة وقوة إنه الطريق الخفل أسود النعم الضقيق طريق الشيطان الذي يخفى عن الكثيرين لكن لا يغضع أصحاب البصائر والضمائر إن طريقه ينتهي عن بعض أو عن إبعاد البشر عن أديانهم وجعلهم كأحجار غشيمة ليصيروا أحجارا ملساء صالحة لأن تكون لبنة في جدار نظام عالمي جديد يجعلهم كالقطيع الذي يصاك إلى دبحه وهو لا يدري إن غاية تلك الأفكار القضاء على كل روح دينية أينما كانت الاكتزاء جميع الأديان السماوية من على سطح الأرض ودفنها ولا تصدير دين وهمي يسمى بالدين الإبراهيمي ولا إذابت أصحاب كل الديانات السماوية فيه وهذا يعد البداية الفعلية للقضاء على العلاقات بيننا وبين الله وهنا يلوح السؤال هل يكون بعد ذلك نبي لهذا الدين الجديد ويطلب مننا تصديقه واتباعه لذلك علينا أن ندرك أنه لا خلاص إلا بالرجوع إلى الله تبارك اسمه فهو سيدة الوجود وبأن نحمي أنفسنا متمسكين بالفضيلة رفضين الظلمة إنما يجري للإجهاز على الأديان ليعدم أمرة تحاك خيوطها على المؤمنين لهدم الأخلاق وللإطاحة بقوميات الأمم والشعوب إن حربا حقيقيا تجرى بين الخير والشر وما يحدث هو ثم موضوع في عسل يروج لبلاء يريد الفتك بنا فأيها الإنسان إن كان لك أن تتطعز فتطعز بنفسك قبل غيرك ومن له أذنان للسمع فليسمع ولا يزال الحديث عن بيت العائلة المصرية مستمرا في حديث مصر الحلوى الذي لا ينتهي بإمضاء نيافة الحبر الجليل الأنباء إرمية الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي أخبارنا خليكم أيضا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر